ووحدات الحماية المدنية مدعومة بأفراد الجيش الوطني الشعبي تدخلت على الفور لإخماد حريق شب اليوم بوحاة النخيل ببلدية رويسات وعين البيضة بولاية ورقلة وتفادي امتداده إلى الوحدات السكنية القريبة من المنطقة وذلك بتسخير وسائل مدية وبشرية معتبرة الحريق الذي تزامن وهبوب رياح قوية ساعدت على انتشاره لم تحدد أسبابه بعد